في المرة الماضي اخدنا القينيش زمان يومنا ناخد طبلا ما يجي قيتش مش زمان صيغة بجوز اقل استخداما وجوز تلبك البعض لهيك كان لازم انه نفرد لحلقة اذا قيتش مش زمان مع السا قيتش مش زمان مع السا يعني هابلش بمثال بتفوت لعند واحد عم يشتغل عم يدرس او عمده اوراق عم يشتغل فبتقله ايشين ايشين عملك ايشين بيتيسي بيتيسي يعني بيتي ماضي بيتيسي 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 سينما ياقي دلم يعني اذا كان عملك قد انتهى لاحظوا الترجمة العربية اذا كان قد كان قد انتهى يعني ماضي تماما يعني جزء الاول من الشرط ماضي الجزء الثاني من الشرط لازم يكون له معنى يوحي بالمستقبل لانه اسم وشارط أكيد انت عم تطلب بيتيسي incза لكن الشرط القسم الاول عم تقول اذا كان عملك قد انتهى ايشين بيتيسي سينما ياقي دلم المثال اخر سني ثني أز دويتسم أز دويتم أزمك يعني يحزن فعلة إز المك يزعل هو يحزن أزمك يعني هو يسبب يزعل أو يحزن ثاني إذا كنت قد أحزنتك يعني إذا زعلتك إذا كنت قد زعلتك لحظه كنت قد زعلتك وخلصت مو إذا زعلتك إذا زعلتك يعني مثلا أنا أقول لك والله إذا زعلتك بيوم من الأيام لا بقى تحكي معي هذا غير شيء هذا معناته لسه ما صار بيصير هون بيستخدم مثل الأسبوع الماضي لقينيش زمان سني أزرسن سني أزرسن إذا زعلتك أما هون إذا كنت قد زعلتك أو أحزنتك سني أزدوسم أزر ديلرم أزر ديلرم فأنا أعتذر استميارك أولدو أحبت حصيغة جديدة استميارك أولدو يعني حصلا بدون أن أقصد ذلك استميارك أولدو مثال آخر مدرس عم يشرح لها الطلاب وخلص خلص الشرح لاحظوا أنا أمأكد على المعنى إذا وين الماضي بالموضوع أنه يخلص الشرح وكل شيء تمام قال له للطالب شاف طالب هيك فايت بالحيط مثلا مثل الأغنية متلبك فايت بالحيط شافه فايت بالحيط لها الطالب قال له أن لمضيسا أن لمضيسا أن لمضيسا إذا لم تكن قد فهمت تكرار إذا لم تكن كل مرة أمأكد العربي تكن قد فهمت تكرار يمكنني أن أعيد يمكنني أن أكرر مثال آخر مثلا شفت رفيق لك وحسيته متأخر أو يعني هيك أسرع كتير وكذا وقال لك عندي موعد فبتقل له إذا كنتم قد تأخرتم إذا أنتوا تأخرتم خلصتوا صار متأخر الوضع أنا بوصلكم بالسيارة أنا بوصلكم بالسيارة يعني هاي بعض الأمثلة هلأ حرجع لأمثلة أخرى بس حابب أنه ترجع وتنتبه عليها منيح إذن إشي من بالتيسة سينمايا قد يدلم إذا كان قد انتهى إذن شو برجع بأكيد في فكرة جيتش مش زمان مع الماضي معناها العمل الأول الشطر الأول من الشرط يعني شو خلص متوقع يكون خلص وأنا عم بسأل إذا كان قد خلص وانتهى بينبنى عليه الجزء الثاني من الشرط اللي لازم يكون إله علاقة بالمستقبل حتى يكون اسمه شرط هداكب ناخده بعدين لاحقا بطل اسمه شرط بيصير تبع لو يعني لو درست لا نجحت هو لا درس ولا نجح وخلص القصة كلها صارت بالماضي هاي شيء تعني لذلك 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 لا الجزء الثاني من الشرط بيكون إله علاقة بالمستقبل الآن بدي نبهها شغلة لا تخلطوا بين شرط طبع الماضي لما يكون بتي لاحظوا لاحق الماضي وين إجيت بعد الفعل دغري بتي سن وبين بت سيدي لما يجي الماضي بعد الس بتسيدي صار معناها لو أنه انتهى انتهى الموضوع يعني هون هون قلبنا الشرط كله صار بالماضي الشرط كله انتقل إلى الماضي أنا عم بحكي لها عن شرط قائم الآن أنا فتت عليه عم يشتغل قلت له إشين بتيسة 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 معناها إذا كان عملك قد انتهى سينمايا قيدلم سينمايا قيدلم هاي الفكرة من هاد حكمل ببعض الجمل لأنه هي القاعدة طبعا إنما تتضيح من خلال إنه كثار الجمل والأمثلة مثلا فتت لعند شخص فهو بده يعطي درس مدرس خلينا فترض بزميلك مدرس بده يعطي درس فشو بتقول لأنت أنت بدك تقول له معناها شوفوا المعنى أنا بدي وضح شو أنا ناوي يقول له ناوي يقول له إنه إذا لسه ما بلشت بالدرس فيكت أجله إذا لسه ما بلشت درسي ده باشلم ديس إذا لم تكن قد بدأت بدرسي بعد درسي ده باشلم ديس أنو ارتليب لرمس إذن درسي ده باشلم ديس أنو ارتليب لرمس هل يمكنك أن تؤجله إذا لم تكن قد بدأت به مثلا شفت رفيقك مثلا بالسكن عم يطبخ أو حدثته بالمطبخ فأنت بدأت تسأله أو ربما على التليفون أنت صلت فيه يامك بشير مديسا إذا لم تكن قد طهوت الطعام يعني إذا لسه ما طبخت أما إذا بلشت بالطبخ ما استفدنا من إذن يامك بشير مديسا إذا لم تكن قد طهوت الطعام لكان طايا جيد لنذهب إلى المطعم واحد عم يتفرج على الفيلم وإنت حسيت أنه شكيت أنه خلص الفيلم تبعه فتقول له إذ لدي إذ لدي فيلم إذ لدي فيلم الفيلم الذي تشاهده بتيس بتيس إذا كان قد انتهى قد انتهى عفوا تليفزيون وكبت تليفزيون وكبت فأغلق التلفاز إذا كان قد انتهى الفيلم أغلق التلفاز مثلا واحد عنده كمبيوتر حطوا عند المصلح فراح لعنده بعد يومين ثلاثة شافوا متلبك قالوا تمام تامير إذا لم تكن استطعت هون لأنه في قبل النفي بتعطي عدم الاستطاعة تامير إذا لم تكن لسه تصلحوا فازلا أوراشما أوراشما نادي مايك أوراشما معناها لا تحاول يعني ما تغلب حالك كتب ينبير بلقي سيار قتير ريز نجيب واحد جديد شكله الكمبيوتر سيئ كثير وعلى الكب هاي أمثلة عم حاول أنا أعطيها ضمن قصص حتى نفهم الصورة تبع شرط الماضي شرط الماضي هو مشرط الاكثر استخداما لكن في آراني بتحس انه لازم استخدمه اللي هو أنا بدي اتأكد انه هذا الفعل قد بكفاصل هيك سريع بنرحب باللي هلأ فتحت لأنه على الفيسبوك أهلا لك قطيبة قطيبة أنا قريت بارح تعليقك أنك قلت عم تحاول تتصل وأنا حتى قلت أنه شوفوا إذا بتقدروا تتصلونا بقطيبة بس فعلا بارح كان الاتصالات مستحمة لذلك أنا شاكر لمتابعتك وحتى لو ما قدرنا نتواصل بس وصلت الرسالة وأنا متأكد أنه كتير ناس حاولوا يتصل مبارح ويشارك وإذاعة فرحتها وهي المشاعر يعني هي يعني أكبر مكسب ممكن يشعر به كادر الإذاعة وأي مذيع فيها طيب شكرا لسلام عم قلتش مش أولسون زهير صفقة القرن طبعا أكيد الله يا رب يفرج راتسز اتسام أزر دي لرم علي حط جملة راتسز اتسام إذا كنت قد أزعجتك لاحظوا إذا كنت قد أزعجتك أزر دي لرم لازم هنا نحط ماضي لأنني أتأكد أنه خلصت عملت شغلة وخلصت بعدين طلعت علي لأيت وش كذا أزر شي راتسز اتسام إذا كنت قد أزعجتك أزر دي لرم ما عم بسأل عن شي مستقبلي عم بسأل عن حالة ربما تكون حصلت وانا مثلا ما ينتبع عليها الأمثلة الأخرى في ناس سعيد أنا بالأمثلة اللي عم تكون هاي بعض الأمثلة اللي مذكورة في هاي هلأ في عندي جملة مثلا كمان بيقولوا مثلا انت في اك موجودين بيرني فانتبه تسحب سيارات فشو بتقول يساك يري يساك يري بارك تيسان إذا كنت قد قد ركنت السيارة في مكان ممنوع يساك يري بارك تيسان إذا عملت بارك يعني في مكان ممنوع جيت عربان تشكل مدن جيت 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 روح نظري عربان تشكل مدن جيت روح جيب سيارتك قبل ما تنسحب إذن هاي هاي دي الجملة يساك يري بارك تيسان جيت عربان تشكل مدن جيت دشن مسام هاي صيغة أخذناها قبل ثلاثة دروس ليه صيغة ليهي تبع الكيشك مو الشرط وإنما الكيشك اللي هي ديلك كيبي دشن مسام أزو المسام إلنا دشن مسام يعني بتجي معنا ليتني لا أحزان بس لما تجي مع الم يعني السؤال بصير هل علي أن لا أحزان مثل بتقول قديم هل علي أن أذهب أذهب يعني ألا أحزان دشن طبعا أفكر دشن مسام أزو المسام يعني هل علي أن لا أحزان هل علي أن لا أفكر دشن مسام يزول مسمي ديه هاكذا هذا السؤال ده ها كاتش كيز سورة بليرمكي لسه كم مرة أكثر كم مرة فيني لسه اسأل هذا السؤال هل علي احزن هل علي أفكر كم مرة لسه فيني اسأل بيلي غير دم بيلي هاكذا غير دم رأيتو بيلي يشدم هاكذا عشتو سيف دم مي سيف دم هذا من الصيغة الحلوة اللي بفكر نشوه سيف دم مي سيف دم هاي معناها لما يجي المي طبع السؤال بين صفتين أو فعلين متماثلين يعني مثلا بتشوف مثلا مدينة رحت على مكان نصل بيين دين مي اوه غزال مي غزال غزال مي غزال معناها كتير حلو غزال مي غزال غزال مي غزال غزال مي غزال سيف دم مي سيف دم يعني كتير حبيته سيف دم مي سيف دم يعني كتير حبيت غزال مي غزال غزال مي غزال أطمك يعني رمى أطمك لما أستطيع عن أرمي مقصود فيه أن ما قدرت أنا أنسى أو أجاهل هالشي لأني عشت وشفت وحبيت فما بقدير أنسى بني دهكاتش كيري كم مرة كيري لاحظوا كيز نفس معنى كيري نفس معنى دفاع بني دهكاتش كيري كم مرة لسه بقدر يضربني إن جيتبلير يقدر يقلمني يعني أزبلير سن أو يزعلني كم مرة أنت بتأثير إذن بني دهكاتش كيري فورابيلير إن جيتبلير أزبلير سن كي كم مرة فيك تزعلني وتألمني وتضربني لحظوا لما يكون الفعل مكرر أكثر من مرة لنفس الفاعل فأنا ممكن أختصر اللاحقة وحط بس بأخر واحد فورابيلير إن جيتبلير أزبلير سن هو كله سن بس بقدر اختصرها المقطع الثاني بيقول سيفي ميوروم سيفي ميوروم شو معنى هلا أحب سيفي إلنا الإي قبل النفي شو بتصير معنى هلا أستطيع سيفي ميوروم سندان باشكا سنة ما بقدر حب حدا بعدك سيفي ميوروم بير باشكا سنة ما بقدر حب حدا بعدك يُرَيِّمَ يُرَيِّمْ يُرَيِّمْ يُرَيْكَ نَدَمَك يُرَيْكَ قَلْبِ يُرَيِّمَ عَلَى قَلْبِي إِمْزَانِ اَطِبْ جِتِّنْ يعني وَقَّعَتْ إِمْزَانِ اتمَك معنى ها وَقَّعْ إِمْزَانِ اطِبْ جِتِّنْ وَقَّعَتْ وُرَيْحِتْ يُرَيِّمَ اِمْزَانِ اَطِبْ جِتِّنْ يعني وَقَّعَتْ عَلَى قَلْبِي وَذَهَبِتْ سَنْدَنْ قَلَانَ الْبَاقي سَنْدَنْ قَلَانْ هَرْشَيْ بَوش كل شيء بعدك باقي فارغ سَنْرَصَنْدَنْ نَوَارْسَ بَوَمْ بُوش سَنْرَصَنْدَنْ نَوَارْسَ كل شيء موجود بعدك بوم بوش فارغ تماما بوم بوش بكشترم السفات السفات المؤكدية بوم بوش مثل سيم سياه والمرة الماضية يمكن مرت كمان الاغنية اخرا اذن الواحق اللي هي تأكيد السفات بوم بوش فارغ تماما سَنْرَصَنْدَنْ نَوَارْسَ بوم بوش ههي الاغنية